مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراقية تكشف مزيد من التصدع داخل جسم العملية السياسية في ظل بدي خلافات لم تقتصر على الكتل المتباينة فحسب وإنما داخل الكتلة الواحدة ولا سيما الكتل التي شكلتها الميليشيات الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل هو الموعد الذي حددته الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وأوعزت لمفوضية الانتخابات للقيام بمهامها التحضيرية من ترتيبات على مستوى الناخبين والمرشحين وكما هو معتاد قبل كل انتخابات يفتح سوق المساومات السياسية بين الأحزاب وتتخلل ذلك خلافات قد تصل إلى مرحلة الصدام أو تفكك الأحلاف ونشوء أحلاف جديدة مصادر سياسية مطلعة كشفت عن نشوب صراعات بين الميليشيات الموالية لإيران في العراق حول موعد الانتخابات حيث ثمت أطراف تريد تبكير الموعد في شهر تشرين الأول المقبل وأخرى تريد تأجيله إلى منتصف العام المقبل وعلى إثر هذه الخلافات ناقش زعماء الكتل السياسية مقترحا يقضي بإعادة إحياء تحالف الفتح الذي شارك في الانتخابات النيابية الماضية ويضم تيارات سياسية لها ميليشيات مسلحة مع انضمام تحالف عطاء برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد المصادر المطلعة أوضحت أن المقترح يتضمن توصية بإبعاد ميليشيا العصائب والدفع بمشاركتها بقائمة منفردة خشية حصولها على غالبية المقاعد المحلية بهذا التحالف المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية بدوره بيّن أن حكومة السوداني تريد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بسبب ضغوطات من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي تريد أن تتمكن من السيطرة على كامل الدولة التطور الذي سيعقد للمشهد أكثر هو دخول التيار الصدري على خط المنافسة الانتخابية وذلك سيكون نذيرا بإعادة سيناريو الصراع المحتدم الذي حصل بعد الانتخابات السابقة وربما سيكون أشد في ظل وصول الانقسامات إلى جسد الإطار التنسيقي